بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم إخواتي هنعمل النهاردة فكرة جميلة قوي عملنا كل الديكورات خلاص ولسه ما عملناش بقى الحاجة اللي هيتحط عليها الديكورات الجميلة بتاعتنا بدأت فكرة النهاردة كده عملت قاعدة تدوير للقطع الأماشي اللي عندنا وكمان بوائي أصائص الخيمية اللي عندنا برضو بدأت كده أن أنا أخد القطع دي من الخيمية اللي عندي أنا كنت جايبها 2 متر من الرسمة دي طبعا الأجزاء اللي كانت في الداخل دي أنا كنت عاملها مفارش هبقى نزلكم برضو على المنتدى صور المفارش اللي أنا عملتها من نفس نقشة القماشة لو أنت حابة أن تشتريها وتعملي نفس المفارش النهاردة بقى هعمل معاكم مفرشين كده بمقاسين مختلفين من الكنارين اللي تبقوا من الجنبين في القماشة اللي عندي الخيمية جبت قطعة استتان دي كانت بقية من جبونة فستان بدأت كده أن أنا أكويها وأخدت القطعة المستطيلة دي كان حوالي طولها حوالي متر وربع كده وكان عرضها بتاع 60 سنتي تقريبا وأخدت كده المنتصف بتاع الرسمة اللي عندي وأخدت منتصف القماشة بالزبط وهبدأ كده أن النص اللي أنا حددته ده هاخده على القماشة بالزبط برضو المنتصف بتاعها لما أجي بقى أخيط وأثبت هخيط الوشين بتوع القماشة يبقوا على بعض يعني الجهة اللي عليها الرسمة مظبوط والوش الستان ده على بعض وبثبت كده بالدبابيس وده شكلها بعد ما خيطتها من جنب واحد تقدر أن تتخيطيها على مكانة الخياطة وممكن كمان تخيطيها على أديكي وممكن كمان تستخدمي اللازق اللي هو الشريط الفازلين وتعملي التكويه طبعا بإننتي بتحط عليه كده حتة قماشة من فوق من الدية شوية وبتكوي عليها والفازلين بيثبت القماشة بعضه هنا بعد ما هقص كده بقى الزيادة من قماشة الخيامية وأنا بقص طبعا كان الرسمة عندي لها شكل كده فحبيت إن أنا أسيب الكنار اللي انتوا شايفينه مستطيل ده داير ميدور الجنبين علشان يدي عندي شكل حالو هنا بعد ما عملت الجنب التاني أصدها بنفس الشكل بالطريقة دي طبعا انتم تخيلين عندي هنا الشكل عامل ازاي من الجنبين كده كان الشكل الرسمة وهبدأ بقى من الطرفين هعمل طبعا نفس الحتة المستطيلة اللي احنا قصناها هاخدها بقى من البوائل اللي عندي وهاخد نفس المستطيل ده وهأفل بي المفرش من الطرفين ده شكل الكنار المستطيل عندي بعد ما قصيته طبعا أنا في خطوة هنا كنت برضو عايز أقولك عليها إن أنا قبل ما بشتغل شايفين الخيوط اللي طالعة دي كل دي طبعا إحنا هنتخلص منها باستخدام الشمع وهواريكو إزاي وإحنا شغالين برضو أثناء الفيديو هنا قفلت القطعتين كده من الجنب وبعد ما قفلتهم حبيت بأن أنا أزين المفرش بتاعي بشكل كده بسيط جبت الخيط الأبيض الكوتون بارليد وبدأت ألفه على قطعة كارتون مستطيلة بالشكل ده وهبدأ كمان إن أنا أخد قطعة من الخيط علشان بعد ما بلف كده بأخد القطعة دي بدخلها جواهم وبعدين بربطها وبعقدها بالشكل ده مردين أضمن إن هي ما تفكش معايا وجبت كمان قطعة من الخيط تاني لفتها عليهم كده من فوق كذا لفها بحيث إن أنا أقفل عليها جامد وهم ما يفكش من بعض بعد كده الجزء بقى اللي من تحت ده هفتحه كده بالمقص وبعدين هساوي الشرشوبة اللي عندي أنا كنت عملت الخطوة دي في فيديو قبل كده وبعدين طلبوها مني تاني مشاهديني فأنا حبيت إن أنا أنفزها معاكم مرة تانية وعملت هنا بقى طبعا زي تزيين بسيط قوي أخدت كده اتنين من اللولي وبدأت إن أنا أدخلهم في الخيط من قدام بصوا هنا أنا كان معايا كذا خيطة مع بعض أنا عملها يعني زي ما بنقول كده مجوز لفت على الطرف بقى علشان أقدر أدخله في الخرزة قطعة من السوري تيب صغيرة وأي ستيكر عندك لفتها كده وبرامطها جامد بأدية علشان أقدر أدخلها في الخرز شايفينها وردكم شكل الستيكر وهنا بعد محطيت اللولي هسبتهم بقى فين في الطرفين اللي كانوا في الجنب عندنا في المفرش كان الرسمة فيها زي بوس كده فأنا حبيت إن أنا أسبت فيه الشرشوبة بالشكل ممكن تسبتيها بالخط والإبرة وممكن تعملي زي ما أنا عملت كده باستخدام مسدس الشمع حطيت وبعدين لزقت عليها الخط الشرشوبة وبعدين أفلت بقى كمان بشمع تاني الجزئين كده مع بعض وده شكلها ويلا بينا نأوريكم باقي برضو حتى كانت عندي من باقي المفرش وكمان أو باقي القماشة اللي كانت عندي البطانة بس كانت قطعة صغيرة لإن أنا كنت عاملة من البطانة دي التعليقة برضو فيلمينجو كانت جميلة كنت عاملها من حوالي سنتين أو أكتر لو عايزينها برضو هبقى نزل لكم الرابط بتاعها على المنتدى لو حابين هبدأ كده أن أنا أخد القطعة المستطيلة اللي عندي دي وكمان هسبتها من المنتصف وهسبت عليها كمان منتصف الرسمة اللي عندي هاخد بقى زي ما أنا قلت لكم الوشين بتوع القماش على بعض يعني الوش الستان حطيته على الوش بتاع النقشة وقفلت عليه كده من الجنبين بالشكل ده والزيادة هقصها هنا برضو الزيادة هقصها من الجنب ده كده احنا عملنا نحية واحدة وهنعمل برضو النحية التانية في حاجة بقى عايز أقول لكم عليها ده الجزء التاني هو بعد ما هسبته طبعا وهخيطه مع بعض كنت عايزة أقول لكم أن أهم حاجة في قماش الخامية أن أنت الأطراف بتاعته كده علشان ما ينسلش معاك ويبقى شغلك نظيف تلسعيها على الشمعة أو بولاعة زي ما أنا عملت كده بس أهم حاجة تكون إيديك خفيفة تمشي كده يعني بسرعة بحيث أن القماش ما يتلسعش لقدر الله معاك أو يتحرق فخليكي سريعة في الخطوة دي هنا برضو أنا عملت كده نفس الطريقة بالزبط عملت شرشبتين تانيين صغيرين علشان المفرش الصغير اللي عندنا وعشان كده يكونوا طقموا مع بعض واحدة هحطوا على الترابيزة الصفرة الكبيرة والتانية هحطوا على الترابيزة بتاعت الصالون وطبعا أنا بديكي بس الفكرة أنت تقدر يبقى تغيري في لون القماش اللي أنت عايزاه وتغيري في الخامة وبالنسبة للناس اللي مش عندها قماش خيمية أنا كنت قبل كده عملت معاكم فيديوهات كتير على القناة من قطعة فستان كان القماشة بتاعتها فيها نقشة جميلة جدا فاستغلت النقشة بتاعتها الجميلة دي وعملت منها أفكار كتير لرمضان فما فيش حاجة إن شاء الله هتوقفنا والقطع الأبيض دي تقدرين أني تستغلي أي طرحة قديمة عندك وتعملي فكرة مفرش النهاردة ده شكله بقى المفرش الكبير وأنا حطاه على ترابيزة الصفرة وعملت بس الزينة معاه بسيطة قوي كده بس علشان يكون يعني الفكرة كده باينة مبدئيا والفانوس ده برضه أنا كنت عاملاه معاكم على القناة لو حابين برضو أبقى نزل لكم الرابط بتاعه لو عايزين ترجعوله ودلوقتي هعرض معاكم برضو المفرش الصغير لما حطيته على الترابيزة الصغيرة هتلاقوا هنا برضو يعني الرخامة اللي هي بالزيت دي ده الرخامة للمفرش الكبير وده بقى المفرش الصغير حبيت برضو دنا يعني أبين لكم شكله كان عامل إزاي وبأمانة يعني هم على الطبيعة أشك بكتير من ستور كنت عايزة أجيبه لكم من كل الزاوية بس طبعا على الطبيعة أحلى بكتير أتمنى يا رب أكون أفدتكم في فيديو النهاردة ربنا يعود علينا يا رب كلنا الأيام بخير ومش هوصيكم بقى على اللايك لو الفيديو عجبكم وما تنسونيش بقى من صالح دعائكم وانتظر رأيكم في التعليقات أترككم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله